صباح الخير وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة وفصح مجيد طبعا البلاد تعيش عطلة عيد الفصح وأنما غدا يوم آخر وسوف تعود كل الملفات إلى طاولة من جديد وأبرزها قانون الانتخاب فهل سنتمكن في خلال مهلة الشهر المعطاط للأطراف السياسية من التوافق على قانون جديد للانتخابات أم أننا سوف نكون أمام احتمال من ثلاثة التمديد الثالث أو قانون الستين أو الفراغ ماذا عن كل السيناريوات المرتقبة في الأسابيع المقبلة أيضا سوف نتحدث في هذه الحلقة مع ضيفنا عضو الأمانة العامة في 14 أذار نوفا الضو عن كل الواقع السياسي الواقع المسيحي وعن الواقع الإقليمي وأبرز ما في الوضع الإقليمي الاستفتاء الذي جرى في تركيا بالأمس فوز رجل طيب إردوغان الرئيس التركي من خلال التصويت بنعم على التعديلات الدستورية التي تجعل من نظام التركي نظاما رئاسيا ولكن الأغلبية البسيطة والمتدنية التي صوتت بهذه النعم إلى ما تؤشر في المرحلة المقبلة كل هذه التفاصيل في حلقتنا مع نوفا الضو عضو الأمانة العامة في 14 أذار فتابعونا صباح الخير أستاذ نوفا لقد نعاد عليك طبعا يعني مثل ما بتعرف البلد كله ناطر بكرة لأنه هلأ الكل مستريح وأن كان يعني كان فيه تصريحات ووعد من الرئيس عون بأنه سيكون هناك قانون جديد للانتخابات لللبنانيين ولكن غدا يفترض يعني رسميا أن تستأنف النشاطات تعود يمكن اللجنة الوزرية التي شكلت لمتابعة موضوع قانون الانتخابات ونعود ونشهد اللقاءات الثنائية والثلاثية والربعية وغيرها رح نحكي بالتفصيل معك اليوم بهذا الموضوع اللبناني ومنعرف أنه نظرتك تشاؤمية إلى مسألة قانون الانتخابات وقعية وقعية مش تشاؤمية منك يعني راضي على كل يمكن الطريقة أو المقاربة التي تحصل فيها مناقشات قانون الانتخابات مثل ما قلنا تركيا أيضا حدث إقليمي بارس جدا خصوصا مع ما لتركيا من دور في مختلف الملفات ومع ما يعني التحليلات اللي عم تحكي أنه سيتحول الرئيس التركي إلى سلطان وإلى ديكتاتور وما إلى ذلك يعني كيف سينعكس هذا الأمر في حال فعلا كانت هذه التحليلات بمحلة على الملف السوري وعلى كل الملفات الإقليمية أبدا ندخل بكرة تفاصيل ما حضرتك جولة إخبارية سريعة مثل عادة مع كلارا ومن بعدها ننطلق بحوارنا شكرا كاترين أهلا بكم صحت بلدة قب الياس في قضاء زحلي على جريمة مروعة حيث أقدم المدعو مارك يمين قرابة الخامسة صباحا على أطلاق النار من مسدس حربي على كل من خليل القطان وطلال حميد العوض ما أدى إلى مقتلهما والمغدوران يملكان سيارة لبيع القهوة والنسك في قرب سوق الخضار على الطريق الدولية في قب الياس وفيما لم تعرف بعض أسباب الحادث أفيد بأن الجاني كان قد ترجل من سيارته وطلب من خليل وطلال كوبا من النسك فيه ثم أطلق النار عليهما ومنذ بعض الوقت علم أن عائلة الجاني يمين سلمته إلى القوى الأمنية في المنطقة في يوم الأسير الفلسطيني بدأ أكثر من 1500 معتقى الفلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي إضرابا مفتوحا عن الطعام اعتبارا من اليوم تحت شعار الحرية والكرامة ويأتي قرار الإضراب الذي يخوضه الأسرة بقيادة القيادي الأسير مروان البرغوثي بعد فشل النقاشات مع ما يسمى بإدارة المعتقلات لتحسين أوضاعهم وقد قام الأسرة بإخراج المواد الغذائية من غرفهم وأعلنوا بدء الإضراب المفتوح عن الطعام بعد أن حلقوا رؤوسهم في سجون عسقلان، نفحة، ريمون، هدريم، جلبوع وبئر السبع وكان الأسير مروان البرغوثي قد وجه من زنزانته الصغيرة رسالة أكد فيها أن النداء موجه من وسط ألاف الأسرة وباسمهم الذين قرروا خوض معركة الإضراب المفتوح عن الطعام دفاعا عن حق الأسير في الحرية والكرامة ودع البرغوثي الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده لإطلاق أوسع حركة شعبية وطنية والسياسية لمساندة الأسرة في معركتهم العادلة وبأوسع مشاركة في التظاهرات والمسيرات والاعتصامات والإضرابات العامة كما حث الرئيس الفلسطيني والقيادة والفصائل على القيام بمسؤولياتهم والتحرك على كافة المستويات لتحرير الأسرة ومساندتهم في معركتهم أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس استشهاد أحد عضائها فجرا إثر انهيار نفق تابع لها في قطاع غزة وشهد حماس هو أنس أبو شاويش من حي التفاح في مدينة غزة وقد انضم إلى شهداء الأنفاق الذين تطلق عليهم حماس شهداء الأعداد نشر تسجيل صوتي نسب إلى أبو الوليد الإدلبي وهو أحد متزعمي العصابات الإرهابية المسلحة في سوريا وبحسب وكالة سبوتنك الروسية فقد توعد الإدلبي أهالي بلدتي الفوعة وكافرية الذين شملهم اتفاقوا الإجلاء وهددهم بالقتل لدى خروجهم من البلدتين ونحب نقول لهم للمنبطحين اللي وقعوا الاتفاق وخلصوا مش الحال المسارة اللي بيطوة المسارة اللي بضوة رح نشوف رح نشوف رح نشوف عشنا سوف يكون ومين من كانوا يكون وشاء من شاء وأبا من أبا مرح حدا يطلع من خنازير كفرية والفوعة وأهلنا في مضايا والزباداني ولا هني بدون يطلعوا اللي بدي يطلعوا واللي كان عبي يوقع هني المنبطحين وهني الخنازير والمرتدين اللي عبيرك دون مشان اللي عبيرك دون مشان يقبض الدولار وبنحب نقول له لجماعة الهلال الأحمر كمان لا ينوحوا ويعرضوا حالا للخطر لأنه هني رح يكونوا بالمقدمة وعلى فكرة مشان يعرفوا الطريق الطريق ملغم ومفخخ وكل سيارة بدأت عدل بدأت تفجر إن كان هلال أحمر وإن كان غير هلال أحمر وإن كان ميما كانوا يكون وإن كان جيش نشح وإن كان جيش صرامي كله بدأت تفجر إلى ذلك نشر الأعلم الحربي عبر تويتر مقطع فيديو يوثق لحظة تفجير الشاحنة بالنازحين من الفوعة والفرية يوم السبت والذي تسبب بمقتل 126 شخصا بينهم 68 طفلا موسيقى 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 وصف الرئيس التركي رجل طيب أردوغان فوزا نعم في الاستفتاء الشعبي حول توسيع سلطاته بأنه قرار تاريخي وصرح أردوغان للصحفيين في مقره باستنبول اتخذت تركيا قرارا تاريخيا لقد حققنا الإصلاح الأهم في تاريخنا وضع أردوغان دول والمؤسسات الأجنبية إلى احترام نتيجة الاستفتاء على توسيع سلطاته وذلك بعد حملة تخلى لها توتر كبير مع دول الاتحاد الأوروبي وفي سياق مبصل لفت الرئيس التركي إلى أنه قد يدعو إلى إجراء استفتاء حول إعادة العمل بعقوبة الأعدام بهذا ناتي لختم الموجز عودة إلى الحدث وكاترين حنة شكرا كلارا برحب من جديد بضيفنا في هذه الحلقة عضو الأمان العامة في 14 أدار نوفل ضوء أهلا وسلا فيك من جديد سيد نوفل سمح لي بلش من تركيا هذا الاستفتاء الذي جرى أغلبية متدنية جدا يعني يمكن عكس ما كان يتوقع أردوغان وإنما بالنهاية الأغلبية صوتت بنعم وأن كانت متدنية وهناك الكثير من التحليلات حول مصير تركيا وهذه القدرات الكبيرة جدا المعطات للرئيس التركي في المرحلة المقبلة بدءا للعام 2019 يفترض أن تطبق هذه الإصلاحات شو تعليقك على هذا الاستفتاء وماذا يمكن أن تكون تدعياته يعني أنا بقول بالمبدأ لست مع حصر الصلاحيات في مكان واحد بالمبدأ اثنين كل إشارة من قبل حاكم أو مؤسسي حاكمي إلى النية بتعزيز سلطة الشخص الذي يمسك بهذه المؤسسات تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه على المدى المتوسط وعلى المدى البعيد يعني اليوم بفهم يكون فيه تعديل دستوري له علاقة بتعديل الصلاحيات بالدول الحضرية يتم العمل به بعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي أما أن يستجلب الرئيس الموجود في السلطة صلاحيات إضافية لإله تقوم على تعديل النظام فإذا شيء بيوحي أنه اليوم صاحبنا اللي بده شيل بشار الأسد من سوريا باقي هو للألفان وتسعة وعشرين بموجب الصلاحيات يلي عمين حكي عنها بأعتقد أنه يعني هذه المؤشرات إلى عدم استقرار في تركيا ولن تكون مؤشرات إلى استقرار إجمالا يلي بيسعى إلى تحكم بالصلاحيات بالسلطة بيكون يسعى إلى ضمان استقرار عهده أو وليته أو وجوده في الحكم أنا بأعتقد أنه هذه المؤشرات في ظل ما يجري في العالم كله سوا هذه مؤشرات بعكس السير يعني ما فينا اليوم العالم كله بعكس السير بشه راح تكون تدعياتها يعني آخر شيء أقرت أقرت بس أنه بالنهاية يعني ما حدا بيعرف اليوم المؤسسة العسكرية الدجان وجه لضربة قوية بالصيف الناس اليوم كلها سوا عم تغلي اليوم أنه مؤشر 51% أو 52% مش هو المؤشر يلي يعني إجمالا تعديلات دستورية ما بتصير بأغلبية هل قد بسيطة إذا بتاخذ بلد مثل لبنان بيقلك تعديل دستوري بتم بتلتين وفي حال رفد برجع بدنا نأكد عليه بتلت رباع هلأ طبعا بالدول الديمقراطية مش هيك بتصير بتصير بأغلبية النز وأغلبية بسيطة جدا ولكن اليوم تركيا منا بواقع سليم ديمقراطية لنجي نقول أنه تركيا هي أمريكا وتركيا هي أوروبا ولا عم نحقق عن تزوير وفي أحزاب معارضة يعني عم بتهدد بالطعن يعني مرجع بنقول أنه هوضي كلهم سوا مؤشرات عدم استقرار وليسوا مؤشرات استقرار لحكم أردوغان أنا بتصور أنه هذا الرجل يعني أصيب بشيء من الغرور بطريق التعاطيب السياسي لازم بالتركي بيقوله يا واش يا واش عمهلك يعني لازم عمهله شوي صغيري الأمور ما فيه تكمل بهذا الشكل بتصور أنه بمعزل عن البده يصير بالشهرين وثلاثة وأربعة المقبلين يمكن يمسك بالسلطة بس على المدى البعيد اللي عم بيجرب يحققه رح يوصل لعكسه نعم ولكن أردوغان القوي يعني بهذا الشكل والمستند إلى قوانين وإلى الدستور بهذا الموضوع كيف يمكن أن يكون تأثيره على دور تركيا في كل ملفات المنطقة اليوم هو عم بيستفيد من واقع وجود تركيا الجغرافي الواقع الجيوسياسي تبع تركيا لا يجرب يضغط على الأوروبيين شوي يضغط على الأمريكيين شوي نتيجة دوره بسوريا أو نتيجة وجوده على التماس مع الواقع السوري بس أنا بتصور أنه وقت اللي بيوصل توصل الحركة السياسية إلى تخوم الحل في سوريا بأعتقد أنه أردوغان رح يكون واقع وصعب جدا لأنه تركيا صعب يعني بأي معنى ما رح فيكمل بهذا المنطق يعني اليوم 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 أردوغان كان عم بيجرب أو تركيا كانت عم تجرب بتكون جزء من الاتحاد الأوروبي يوم اللي شافت أنه هذا الموضوع بعيد تسعى إلى أن تكون الأمبراطورية العسمانية الجديدة باتجاه الشرق نعم اليوم واضح أنه بالشرق في روسيا وبالشرق في إيران وبالشرق في أمريكا لا مكان يعني ما بدي يقول لا مكان ما هي المشكلة عطول مش أنه لا مكان المشكلة أنه عندك مكان على قد حجمك مش على أكبر من حجمك وهي مشكلة تركية هي نفسها مشكلة إيران يعني أنه ما حدا عم بيقول إيران مش موجودة بس إيران موجودة بحدود إيران الجغرافية ويجب ألا تكون موجودة بحدود إيران النفوذية يلي عم تسعى لأنها تكون روسية تانية أو تسعى تكون اتحاد سوفياتي تانية أو عم تسعى تكون ولايات متحدة أمريكية جديدة أو اتحاد أوروبي آخر هذه الأمور بنهاية مشكلة هذه الأنظمة يلي موجودة بالشرق إنها ما بتعرف حجمك بيقولوا للواحد أنت تبه مش عارف حجمك مش بس بشيخصي أوقات كتير بالنظام السياسي كمان هذا المشكلة اللي كان عايشة صدام حسين هذا المشكلة اللي كان عايشة حافظ الأسد من قبل هذا المشكلة اللي عايشة النظام الإيراني اليوم وهذه المشكلة بكل أسف تركيا أردوغان بدل ما تكون تركيا جزء من الاتحاد الأوروبي ومن العالم الحر ومن العالم الحضاري وتكون نموذج إسلامي عم يتقدم على الديموقراطية صار نموذج بتصدير الثورة بين مزدوجين ثورة أردوغان يعني بالنهاية باتجاه الشر وهذه الشغلة أنا برأيي يعني ما عنده مقومات الحياة على المدار يعني ما رح يقدر يفرض هذا الدور ما بتصور الكبير لتركيا على الروس مثلا من جهة وعلى الأمريكيين من جهة أخرى ما بتصور بهذا الواقع قادر يعمل هالأد قادر يستفيد من التناقضات بالوقت الحاضر لحتى يمروا مرحلة النزوح السوري ومرحلة الحاجة لإله كقواعد عسكرية حاجة لإله كحزام أمان في مناطق معينة ولكن ما بتصور أنه هو رح يكون شريك من الند إلى الند مع أمريكا ومع روسيا بيوم من الأيام لأنه هون ما انكسر مع الأمريكي لا إمكانية لإعادة ترميمه في المرحل الحالية من قبل الأتراك بين الأتراك والأمريكيين بلا يرمم إذا بيعرف حجمه ضمن حدود معين هي المشكلة لأنه ما فيه يتعطى مع الأمريكي ومع الروسي من الند إلى الند عندما بالنهاية بدك تعرف حجمك هو عم بجرّب يقول أنا السلطن العثماني الجاي من جديد والسلطن العثماني الجاي من جديد كانت تمتد من ما بعرف وين لما بعرف وين هلأني بدون يقول لا يا حبيبي أنت ما فيك تمتد هالقد مثل ما تماما المشكلة الإيرانية هو عم بجرّب يعمل توازن بالصراع السن الشيعي بمكان ما بس بتصور أنه هذا الموضوع لن يستمر ممكن الأكراد هم بيدفعوا التمن بكل هذا الموضوع ويمكن يربح يعني إذا عمل أوفردوز بس إنه إذا أردوغان عمل أوفردوز بطريقة تعطي مع الأمريكان ومع الأتراك ممكن الأكراد يستفيدوا من هذا الواقع ويحجموا يكونوا جزء من أداة تحجيم أردوغان بيومنا الإيران نعم أعود إلى شأن الداخلي طبعا المسألة التركية متصلة بالمسألة السورية والمسألة السورية نحن مرتبطين فيها بشكل مباشر قوضي كلهم أهوى من اللي عنا أهوى من اللي عنا هل قد برأيك عندنا متأزم الوضع بما يتعلق بقانون الانتخابات وخصوصا المشهد يلي شفنا المشهد السياسي يلي كان ممكن يترافق مع مشهد بالشارع أو يمكن مشهد أمنة مثل مكتر كانوا متخوفين ولكن من هون بدأي أدخل معك على شأن اللبنان يعني الشي اللي صار الأسبوع الماضي واللي اعتبرنا أنه تجاوزنا معه قطوعا كان ليكون خطيرا جدا لو حصل لو استخدم الشارع من قبل الأحزاب المسيحية الأساسية اليوم فعلا تخطينا هذا القطوع ما كان رح يصير شي ما في ورقة تفاهم من سنة 2006 معمولة بين عماد عون وبين حزب الله وهذه بتضمن الاستقرار بالبلد مش هيك دخليك عشو كانوا عم بيخوفوا الناس ما هذي الورقة هي ورقة التفاهم كانوا عم بيقولوا للناس كمان من فترة أنه لو من حزب الله بالبلد كانت داعش احتلت جوني عشو خايفين المسيحية دخليك ولش هلأ دير رعبنا أنه لا مش معقول لو نزلوا المسيحيين تظاهروا كان حزب الله بده يحميهم ها وهلأ هو حزب الله بده يرد حقوق المسيحيين كمان يعني هلأ شايف حضرتك يعني أنه العونيين اليوم عم بيتهموا حزب الله بأنه يعرق القانون الانتخابات المشكلة هي اليوم بين تيار الوطن الحر وحزب الله لكن ببعض أنا جيت عم بسأل سؤال أنه طلبوا مني اتظاهر مش هيك أنا مسيحي ماروني من كسروان من جوني متعصب لمارونيتي ولمسيحيتي بده أرجع كل حقوق المسيحيين جيت أنزل اتظاهر وسألتهم طيب أنا إذا بدي أنزل اتظاهر ضد مين ما حدا جوابني بس أنه عم بيقولوا أنه ضد التمديد إيه بس التمديد مين بده يعملوا كان مين داعي لجلسة التمديد الرئيس بري إيه الرئيس بري شو بقى في شي بدهم يخبرونا هيئتهم هن من أسرار الدولة مش حابين يخبرونا الناس بس هادي الناس البسيطة بتتعرف بأي واقع عايشي هادي الناس عم بيخبرونا اليوم أنه هن بدون يردو حقوق المسيحيين بس ما عم بيخبرونا من مين لأنه من فترة كان الطيار الوطني الحر عم بيقول لايكو حزب الله شو عظيم عم بيحمينا أمنيا وعسكريا وسياسيا وعم بيعطينا نواب بش الزين وعم بيعطينا نواب بش بال وعم بيعطينا نواب وعين مكان وكان الفريق الآخر بالقوات اللبنانية عم بياخد على شريكه بأربعة عشر قدار طيار المستقبل أنه يا رايت بتعاملونها مثل ما حزب الله بيعامل الطيار الوطني الحر وبتعطونا نواب قد ما بيعطون وبتعطونا وزراء قد ما بيعطون وإلى ما هنالك وهالمجموعة كلها سوا هادي جابت رئيس أوي أوي قاعد ببعبده اليوم هادي الرئيس الأوي أنه وبدوا يرد حقوق المسيحيين وبدنا نعمل مظاهرة بس ضد مين ضد اللي جابوه رئيس جمهورية ضد اللي عملوه هادي الحكومة ضد الشراكة يلي قدت إلى هذه التوازنات الموجودة بالبلد اليوم حدا يخبرنا بس لا بالسياسة يعني إذا صار في تفاهم يفترض يضل منسحب يعني على كل الملفات أنا مش بالضروري يكون تفاهم عكل الملفات إذا في تفاهم يعني أوصل الرئيس إلى الأسفة المولية رئيس عون هل يفترض أنه بالضرورة أن ينسحب على قانون الانتخابات يعني هذا بتصير بالسياسة أنه كانوا خلفاء بمكان ما بمرحلة معين ما بالنهاية المراحل السياسية ظرف السياسية بيفرض أمور تختلف يعني أنا مش ضد بس يقولولي خلص هذا التفاهم إذا خلص هذا التفاهم تنرجع يعني في خلطة أوراق جديدة صارت اليوم أنه هذا التفاهم قد غرضه أنت يا حزب الله أخذت مننا غطى مسيحي لفترة من الفترات لسلاحك رديت لنا جميل إجا العماد عون رأي جمهورية أنت بدك سلاحك وأنا بد الرئاسي وخلصنا تهى الموضوع هيك صارت إذا هيك صارت لا أهلا بمواقف معي أنا شفنا أنه واضح أنه التفاهم مستمر على المستوى الاستراتيجي إذا بك تأخذ مواقف الرئيس عون الأخيرة لعملت ضج بما يتعلق بسلاح الحزب وما إلى ذلك عم بيقول أنه حلفهم الاستراتيجي يعني استراتيجيا بعضهم متفقين وما في مشكلة ولكن يبدو في مشكلة مثل ما عم بيبين بالأمور الداخلية يعني أبرز أقر هو العماد عون شو قال العماد عون السلاح حزب الله لا يتناقض مع منطق الدولة واليوم عم بيجي يقول أنه حزب الله بطريقة غير مباشرة يعطي المنطق الدولية التي تستدعي انتخابات كل أربع سنين وراحين باتجاه تمديد فإذا حدا يخبرنا عشو متفاهمين إذا متفاهمين استراتيجيا يعني السلاح ما لازم يأثر على الداخل وإذا مش متفاهمين استراتيجيا بدون يفاهمونا أنه هن كل الاتفاقات اللي كانوا عاملينها من 10-15 سنة لليوم هي اتفاقات سلطوية لها علاقة بأنه بمرحلة منغطي سلاح حزب الله تيمسك بالبلد ومرحلة تانية منرد له جميل للعماد عنه منعمل رئيس جمهورية بتظلك قاعد ببعبده وما بتطعطى بشي تاني والحزب نفسه قال أنه نحن وفينا بما وعدنا به ولكن من بعد موضوع الرئاسي الأمور تختلف لسنا ملتزمين بأي اتفاقات ممكن أن يكون عملت طيار الوطن الحر مع أفريقا أخر قالوها سراحة يعني بتشكيل الحكومة فإذا بكل أسف هذا اتفاق لا علاقة له بحقوق المسيحيين لا علاقة له بالتوازن السياسي بالبلد هذا اتفاق على السلطة سمحنا لحزب الله دفعنا تمن سيادي في سبيل الحصول على موقع سلطوي وهذه هي لب المشكلة بالبلد وهذا الموقع السلطوي منه من مصلحة المسيحيين كمان من مصلحة المسيحيين بلا من مصلحة المسيحيين يعني وصول الرئيس القوي إلى بعبده بدي رئيس قوي يعني يكون عم يعمل حديد وعضلات ولا بدي رئيس قوي أنه يقدر يطبق الدستور مثل ما لازم أنه يطبقه مش بالماء أنه إيه عطلنا مجلس النواب شهر وبعدين بعدين الرئيس القوي ما بيفاوض الرئيس القوي يطبق الدستور مثل ما هو الرئيس القوي ما بيقول والله طولوا بالك ونروقوا تنشوفوا منعمل تسوي ومنعمل مساومة ومنعمل ما بعرف شو كذا الرئيس القوي جاي أنا توقعت أنه فيه رئيس قوي ستنا مش أنا طالب منه هاك هو خبرني هاك أنه لحظة ولكن ما يمتلك من صلاحيات مش بقوة خارقة ما عنده إياها يعني بالدستور لماذا ما عنده إياها شكل حكومة لأننا بنظام رئيسي بيقدر اليوم رئيس الجمهورية قد ما يكون قوي أنه يفرض شكل حكومة يفرض أمور على كل الأفريقاء بالداخل ما أحلك ما لشي شكل حكومة إلو فيها ما لا يقل عن عشر وزراء هو شك ليش ما بيصوتوا عنه الانتخابات وعنده حلفاء بالدستور بس ما عم تخرج أصوات تقول أنه إذا صوتنا داخل مجلس وزراء لخطر التقسير فإذا مش رئيس وإذا صوتنا بمجلس النواب روعة أرب أهلي فإذا هذا الرئيس ما أنه رئيس أوي ما أنه رئيس ضماني ما أنه رئيس قادر يطبق الدستور هذا رئيس جاي يدير أزمة مثل ومتل غيره إذا سلمنا جدلا أنه مثل ومتل غيره فإذا ما يجي يخبرنا أنه إذا وصل هو رئيس أوي وما لازم يوصل غيره وقفنا البلد سنتين ونص لأنه إذا وصل رئيس لإدارة الأزمة البلد بده يخرب مش هيك مش هيدا الكلام اللي كان موجود وإذا إجا العماد عون يلي فيه وراه كتلة نيابية كبيرة وفيه وراه صنائية مسيحية ما بعرف شو بتعمل وفيه وراه تفاهم مع حزب الله هو الوحيد اللي قادر يعمل تفاهم مع كل الناس وهو التقاطع اللي كل العالم اتفقوا عليه وكل الكون صار المركز الأساسي تبعه ببعبدة أنه اليوم جينا تطلعنا لأنه هذا الرئيس مثل ومتل غيره بينطر تسويات إقليمية ودولية تقدر يمشي الأزمة بلبنان مثل ما لازم تمشي لأكتر ولا أقل لا يعني بتشوف هون بهذا القراءة اللي عم تتفضل فيها أنه ما بقى بيملو كشير رئيس وهذه المادة ما حدا نستخدمها سابقا من الرؤساء من سنة السبع وعشرين لحد هلأ تعرف كل هذا الكلام فإذا فيه صلاحيات كل هذا الكلام يعني ننبش على ما يمكن أنه يكون متوفر ولكن طبعا ضمن حدود معينة يعني ولكن هلأ برأيك ما بيقدر الرئيس اللي هو مستند إلى كتلة نيابية كبيرة أنه يمنع التمديد في حال وصلنا إلى 15 أيار دون التوافق على قانون جديد بلا بس بشرط الرئيس يكون عم بيعمل رئيس جمهورية لبنان مش رئيس الطيار الوطني الحر ويكون عم بيمارس صلاحياته مش مفوض صلاحياته لولي العهد بهك وضع بهك وضع رئيس جمهورية هذا الرئيس الأوي مش الرئيس الأوي يلي مفوض لجبران باسيل إدارة الموضوع الانتخابي وجبران باسيل عم بيفكر كيف بده يجيب أكبر كتلة نيابية على حساب كل الآخرين في لبنان إذا القانون بيسمح له يجيب أكبر كتلة نيابية بيكون قانون عظيم وإذا قانون ما بيسمح له يجيب أكبر كتلة نيابية ما بيكون القانون منيح وبالتالي هذا الإداءة اللي عم بيعمله جبران باسيل هو جزء من إضعاف موقع رئيس الجمهورية جزء طبعا واللي عم بيعمله حزب الله جزء آخر من إضعاف موقع رئيس الجمهورية واللي عم بيعمله الآخرين جزء من إضعاف موقع رئيس الجمهورية وبالتالي اليوم الرئيس الأوي هو بحسب وجهة نظري من الموضوع هو الرئيس القادر أنه يخبط على الطولة ويقول موقع الرئاسي لا تددخل فيها أي معطيات أخرى يعني شو لازم يعمل إذا بدنا نكون وقعيين أكتر برأيك شو قادر يعمل أبل كل شي بده يوقف منطق صهره وبناته بدنا نكون واضحين يعني ما في البلد ينحكم بصهره وبنات بده توقف القصة عند هالحدود ونجي نقول البلد يحكم بالدستور بالقانون في رئيس جمهورية بس أنت بكتنسى كمان أنه صهره وهو رئيس الطيار الوطني الحر مثله مثل غيره أكبر حزب مسيحي رجعنا أكبر حزب مسيحي مش يعني حاكم لبنان مع نقول حاكم لبنان ولكن هذا واقع سياسي فيه هو مثله جبران باسيل إذا بدي أعطيه كرادي يقول مثله مثل سامير جعجع مثله مثل دوري شامعون مثله مثل سامي جميل مثله مثل حيالله رئيس حزب في لبنان يتعاطي مع رئاسة الجمهورية هلا بعدين بالانتخابات إذا إجا قانون سمح له أنه ما يسقط هالمرة بالبترون عظيم بس أنه مش بقعد بخيط كل شيء بلبنان ساير كيف أنا ما أسقط بالبترون وكيف أنا بعد خمس سنين أقدر أعمل رئيس جمهورية وراء عمي يعني هون صار جبران أردوغان بطل جبران باسيل نعم بس هون ليش عم تحمل فقط الوزير جبران باسيل هذا الموضوع بوقت أنه ما هو الوزير جبران باسيل ما بيطرح معها الأفريقاء التانين مع حزب الله ومع حركة أمل ومع المستقبل ومع يعني الاشتراكيين ومع كل هود الأفريقاء بدنا نحكي وزاكي في حدا عم بيفصل الكل عم بيفصل عقياسه بدنا نوصل مش فقط بملعب الوزير جبران باسيل منا بملعب الوزير جبران باسيل انت سألتيني بالأول مش عن جبران باسيل شألتيني عن الرئيس الأوي عم بيقلك الرئيس الأوي اللي بيمنع تطلع من بيته هاللعبة هلأ مش معناته أنه جبران باسيل وحده عم يعمل هيك جوبران باسيل شريك بشركة اسمه شركة إدارة الدولة اللبنانية اليوم أنه آه في 800 مليون دولار رايحين ببواخر الكهرباء أنه متقاصمينهم بين بعضهم مين متقاصمهم ما بعرف بكرة لا يفترض القانون ويفترض تحقيق يبين مين متقاصم 800 مليون دولار فرق ببواخر الكهرباء في صفقات عم بتصير بالبلد بالمصاري وبالسياسة كل سواه هاي دي جزء من نهج واحد عم يعتمد شراكي فيه كل الناس الفاتين نحن اليوم بدنا نكون صريحين اليوم هيدا أنول الانتخابات اللي هلأني موضع حل أو موضع مشكل بالبلد هو اتفاق رباعي عم بينقال بكلام كتير واضح اتفاق رباعي جديد بين حركة أمل وحزب الله وطيار المستقبل والطيار الوطني بس يعني حتى ما أنه اتفهم مش متفقين حسب ما ده بينا هلأ عم بيتو بخد طبخة سواء ولكن معه بيمشي الحالي هلأ معه بيمشي الحال لأنه بعد فيه إذا بدك عملية تشد حبال التأهيل اتنين ولا تلاتي التأهيل اتنين تلاتي ولا عشرة بالمية من الأصوات وأنه بس بالنهاية واضح أنه هود الأربعة عم بيجوا يقولوا نحن إذا اتفقنا بين بعضنا فينا نمشي الأمور بالبلد ترجع للسؤال الأساسي حيال هود الأربعة شو قادر يعمل الرئيس هو رئيس عم تقول لي أنه لازم اليوم الرئيس هو يبعط وراج برعام باسيل بيقول له تعالي هون يا حبيبي أنا اللي عملتك رئيس طيار وطني حر مصلحتك أنا بهمني مستقبل الناس مش مستقبلك السياسي إذا أنت مستقبلك السياسي قادر تعمله بطريقة ديمقراطية صحتين عقل بك وشو قادر يعمل مع حزب الله وحركة أمل والمستقبل والاشتراكيين وكل الأفريقاء الآخرين إذا قادر هون يمون على الوزير جبران باسيل مع الأفريقاء الآخرين شو قادر يعمل؟ قبل كل شي وقت البيمون على جبران باسيل وبيحطه عند حدوده بيصير إلو حق يتجاوز ويروح عند الآخرين يقول لهم أنا تعطيت عم بتعطى معكم مثل ما عم بتعطى مع أهل بيتي بس ما فيه يروح يربي بين مزدوجين الآخرين سياسيا ويلزمون بقوانين وبدستور وباللي بدك ياه يعني إذا كان ربه البيتي بتدفي ملعا فشيمة أهل البيتي كلهم الرقصه ما فينا اليوم نكون عم نرقص ببعبدة وفاتحين بقريتم أو ببيت الوسط أو بعين التيني أو بحارة حراك فاتحين محل بقيم العمل السياسي وتطبيق الدستور بدنا نقدم نموذج لللبنانيين نموذج الرئيس الأوي هو اللي بيقدم نموذج لللبنانيين بس هذا النموذج يعني قادر أنه يفرض حاله على أنا وجهة نظر أنا بدروح على الفاعلية أنا وجهة نظر أولا أنا عم منطلق من أنه عندي رئيس أوي هلأ إذا كان عندي رئيس مثل ومثل غيره مش قادرين نعملش بس أنا مصدق أنه صار عندي رئيس أوي اتنان إذا بدنا ننقل لوائع المشكلة الحقيقة بالبلد وهون منفوت بالجد أكتر كل البحث اللي عم بيصير اليوم بأنون انتخاب وبغير أنون انتخاب هو بحث تقني أو محاولة لإيجاد حل للقضية السياسية الكبرى الموجودة بلبنان من خلال أدوات تقنية وهذه الشغلة ما بتوصل إلى مطرح يعني نحن اليوم الأنون الانتخابات هو موضوع تقني المشكلة اللي عايشينا بالبلد مشكلة سياسية سيادية لا تحل بطريقة تقنية يعني اليوم المسيحيين عم بيجوا يقول وتنحكيها هيك مثل ما هي أنه المسلمين آخدين لحقوقنا ونحن بدنا نرد حقوقنا أنا بدي أقول لك يسوع المسيح اللي قام من الأبر مبارح اجع على لبنان وقال أنا في 64 نائب مسيحي بدي نقيون أنا فينا نزيد عليه شيء بالمسيحي طولة يسوع المسيح نقينا 64 نائب مسيحي طلع عباله 32 نائب منهم يروحوا يمشوا بتغطية سلاح حزب الله شو خص الأنون شو قالوا عليه الأنون المشكلة هي مشكلة سياسية في لبنان وليست مشكلة تقنية اليوم أنا بعطيكي مثل صغير أنون الستين انتخب على أساسه مجلس نواب 72 مشيك مجلس نواب 72 حمي سلايمان فرنجي بالحرب وانتخب ليس ساركيس وانتخب بشير جميل وانتخب أمين جميل وعمل سبعة أيار مضي ولغي سبعة أيار ورجع عمل اتفاق الطائف ورجع انتخب روني معوض ورجع انتخب ليس لهراوي خدي هالمجموعة كلها سوى من التناقضات مشيك بأنون الستين وبمجلس نواب واحد هذا الشي شو بيعني هذا الشي بيعني أنه الموقع النيابي هو نتيجة موازين قوى وليس نتيجة نص قانوني أحسن نص قانوني بموازين قوى معترة وما بتسوى تخربوا اتفاق الطائف شو اللي خربوا اتفاق الطائف خربوا خربوا انه عملنا اتفاق يفترض انه يكون خمسين عامية اجا السوري نفزوا بوجهة نظر وصار الاتفاق بسوى عشر عامية تاب اليوم اذا جينا طبقنا الاتفاق بمعادلة لبنانية صرف بيكون هالاتفاق بيطلع ستين سمعين بالمية احسن واذا جينا نطبقوا ببدال قانون غازي كنعان بقانون جبران نرجع لمطرح ما كنا على ايام السورية ستوقف مع فاصل علينا يا سيد نوفر من بعده رح ادخل اكتر بقانون الوزير جبران بسيل يعني اخر قانون اللي عم ينحكى انه او انحكى انه يبدو انه له حظ ولكن تبين من المواقف انه ما الهيئة انه فيه شيء جديد على هذا الخاطر رح احكي بهذا موضوع احكي بالسيناريو المرتقب بخمسة عشر ايار اذا كنا بعد ما اتفقنا على قانون جديد فاصل ونتابع خليكن معنا متابع مشاهدينا هذه الحلقة ومبعرف اذا صارت جهزة زميل رواندا بوخزام من بكركي رح ننتقل مباشرة الى بكركي اللي اتلع على نشاط البطريارك اليوم واذا ما كان هناك من مواقف او زيارات سياسية للتهناء بالعياد صباح الخير رواند صباح الخير كاترين عذرا لما استمع الى سؤالك جيدا ولكن البطريارك مارب شارة بطرس الرعي يواصل تقبل التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر واستهل هذا النهار عيد الفصح باستقبال قائد الجيش العماد جوزيف عون حيث استقبله صباحا وحضر شخصيا وليس ارسل اي موفد عنه وهو بروتوكوليا من المعروف ان قائد الجيش يرسل موفد من خيادة الجيش لتقديم التهاني للبطريارك وذلك لدواع امنية الا انه اصر هذه السنة وجاء شخصيا ليقدم التهاني للبطريارك الراعي وكان لي البطريارك كلمة نوه فيها على جهود الجيش وايضا التضحيات التي يقدمها من اجل فرض السلام وحفظ الامن في لبنان وكما من المفترض ان يكون عند ساعة الحادي عشر والنصف من ظهر هذا اليوم اي بعد قليل قداس وهو القداس السنوي لعلانية فرنسا بحضور السفير الفرنسي الذي حضر منذ بعض الدقائق واركان السفر وفي هذا القداس تأكيد على العلاقة الوثيقة التي تربط فرنسا بلبنان على مر العصور وسيكون من بعد القداس سيجتمع الحاضرين على مأدوبة الغداء وسيكون كلمة للبطريارك الراعي ايضا ينوه فيها بمساعدات فرنسا الدائمة للبنان وايضا سيكون هناك كلمة للسفير الفرنسي سيؤكد على دعم فرنسا الدائم للبنان هذا كاترين الاجواء في الصرح البطرياركي اليوم ومن المفترض ان يكون هناك شخصيات سياسية ايضا تحضر في هذا اليوم لتقدم التهاني للبطريارك عدنا عن عيد الفصح كاترين شكرا لألك رواند من بكركي برجع لك سيزة نوفل ونرجع شوي للواقع هلأ العمير حكى فيه مثل ما قلنا القانون التأهيلي اللي كان طرحه الوزير جبران باسييل على مرحلتين يبدو من المواقف اللي صدرت لحد هلأ علنا انه في رفض من كل الافريقاء لهذا المشروع المستقبل وصفوه بأنه عودة للتطييف والتمذهب وما إلى ذلك الاشتراكيين رفضينه بشكل كامل وصرحوا بهذا الخصوص رئيس بري قال أنا يعني عطيته نقانق أخرجوه وخنزير كل المواقف لحد هلأ القوات على ما يبدو أيضا عندهم ملاحظات كثيرة عليه فما مصير هذا القانون الذي تم تسويقه يعني مباشرة صبيحة اليوم الشهير يعني الخميس الماضي بعد ما استخدم الرئيس صلاحيته يعني دغري تم تسويقه أنه هو الأكثر ترجيحا لكي يقار المشكلة اللي قائمة اليوم بين هالأربع فرقاء الأساسيين أركان الحلف الرباعي الجديد أما الحزب الله مستقبل طيار وطني حر هي على تفصيل في هذا وتفصيل أساسي هل يكون التأهيل مرشحين عن كل مقعد أو 3 مرشحين عن كل مقعد أو 10% كل من يحصل على 10% من المرشحين يصبح مؤهلا لانتقال إلى النسبية تفصيل هو يتعلق هون تفصيل مهم سيتعلق بهذه الناحية أما البقية فالشباب طبخين الطبخة كلها سواه وهون بتذكر كلام البترك الراعي يوم الخميس مع صديقنا مرسال بسألهم كلمة معبرة جدا هودي جايين على السلطة وجعانين استعمل كلام يعني البترك تيقول هودي ناس جعانين جايين على السلطة طبعا كان عم بيحكي سياسي وعم بيحكي كوميسيونات ومصاري لأنه عطى عدة أمت اللي به هالموضوع وبالتالي أنا بعتقد أنه فعلا في نهم في جوع عتيق عند هودي الشبيب اللي جايين على الحكم اليوم وعم بيجربوا قدمة فيهم يبلعوا من الدولة وياخدوا من الدولة طيب يعني بالمحصل رح يمشي التأهيلة هذا التفصيل اللي عم تقول عنه وليه هو أساسي برأيك رح يتم تخطيه ويتفقوا عليه يتوصلوا إلى تسوية بخصوصه ما بعرف قداش يعني كم واحد ربي قدري جيت أحقا ما هني المشكلة ما عم بيدرسوا هني ما هني ما عم بيدرسوا للمرحلة الثانية يا ستنا هني مشكلة نوان إنه ما عم بيدرسوا أيال أفضل لتمثيل الناس وأيال بيجيب لنا تمثيل أصبط هني عم بيدرسوا على الحصص اللي موجودة طيب على حصصهم رح يتفقوا بهذا الموضوع إذا تفقوا على الحصص بيركبوا تركيبة بالتقنيات التوصلوا للنتيجة يعني حتى إذا عرقلت معهم شوية صغيري بالتقنية بيعملوا اتفاقات سياسية تبادل تحالفات بأمكانة معينة يقدروا يوسط تصريحات كلها يعني أول كذبة وأول نيسان عايشينه 365 يوم بالسنة باللبنان أول مرة بيحكوا شي برجعوا بيعملوا عكسه أول مرة بيحكوا شي برجعوا بيعملوا عكسه مداش سننا عايشين بالبلد يعني 20-30 سنة ما في خبرية بتضاين أنه أنا من الناس اللي صار يقولولي بس فلان أكد أنه هاك شو يعني بكرة بأكد غير شي وينتهي الموضوع وما حدا بيحاسبه وما حدا بيقله والأهم شغل محاسبينه ومناصرينه بس تجي تقليله أن يا عمي مبارح كنته عم تقوله هاك اليوم هاك بيقلك شو أنت بتفهم أكتر منه هو أكيد عنده معطيات نحنا ما عنا إياها شو فهمنا نحنا يعني مثلا النائب بالمستقبل عمار خوري بيقول ما بيقطع التأهيلي بيصير تأهيلي لن يمر لن يمر لأنه 2 وهو بعيد عن اتفاق الطائف والدستور ويعيدنا إلى التطييف والتمذهب مظبوط ولا جديد حتى الساعة بقانون الانتخابات صحيح وبكرة بيقلك إذا مشوا ب3 بدل 2 بيقطع بيمشي الحال بيصير بعيد والرئيس بره كمان يلي قال أنه عطيته الرئيس بره عنده بده 10% الرئيس بره هو طرح 10% تأهيل كان اليوم طرحوا 2% هني هو عم بيقول 10% رح يقبلوا الأطراف المسيحيين بال10% تأهيل هيدا نقطة أساسية أو ممكن يقبل فيها طرف مسيحي يلي هو تيار الوطن الحر ويرفضها يرفضوها القوات أو ممكن يختلفوا حول المسيحيين أو شو ممكن يكون الاحتمال الأكثر ترجيحي هذا مع احترام إلى السنائي المسيحي واللي بدي كيه السنائي المسيحي شيء والمسيحي شيء أخر اليوم تمثيل المسيحي شيء وتمثيل السنائي المسيحي شيء أخر بس هني اليوم يلي عم بفارسي أنا يمكن مع رأسي وأنا ما بدي يعني ما بدي يكون عم بهجم حدا منهم بالشخصي ولا وبالنهاية يمكن الانتخابات توصل لمطرح أنه هني أكثرية عند المسيحيين وأنا مقتنع أصلا أنه يعني القوات اللبنانية والطيار الوطني حر اثنين سوا يشكلون أكثرية بس أنا مقتنع من أول يوم أنه هذه المصالحة لا يمكن أن تتحول إلى تفاهم أو حلف سياسي وأثبتت الأيام لا لأنه اللي بيفرقهم أكثر من اللي بيجمعهم يعني يعني سمير جعجع ما بيشبه ميشيل عون وجبران بيسيل بشيء ما بيشبههم بشيء اللي اللي تفاصيل بيقلك متركة لبعدين يعني الأمور بتبين بس واضح أنه من هذا المسار من انتخابات بلدية لانتخابات نقابية من اتحاد البسكتبول لا توصلي لنقابة المهندسين لا توصلي لأنه الانتخابات لا توصلي لا توصلي لا توصلي بالنهاية البطرق سميه جوع مزمن في جبران بيسيل مصاب بنهم مزمن لا يتلاقى مع طريقة سمير جعجع بالعمل السياسي مين ما وحق مين غلطان تاريخ الجحيم التبريرات هون اللي منسمعها من القوات اللبنانية صحيح في خلافات بهذا الموضوع يمكن على مراكز بالسلطة وعلى المشاركة بالسلطة بمواقع معينة وهكي وإنما بمسألة قانون الانتخابات بالتحديد هم متفقين على مبدأ عودة التمثيل للمسيحي الصحيح ليش مختلفين على هذا القانون هلا يعني جبران بسيط طرح هم بقولوا بهذا الموضوع مش مختلفين مع التيار الوطني جبران طرح هذا القانون القوات ماشيين فيه تأهيله على الشكل والنسبية على شكل أول ناس عطين ملاحظة عليه ورفضينه وهني أنا معلوماتي أنه لن يسيروا بهذا الاتفاق حتى لو أقروا الآخرين لن يسيروا فيه بس ممكن بالمقابل التيار الوطن الحر يمشي فيه ويترك الوطن الإجابية على جنب ما هو طرحه هو طرحه مفترض ما يروح جبران بسيل أنا إذا عامل حلف أنوياكي مش بروح بعمل اتفاق وبيجي بقلك عملت هالاتفاق حلف أنوياكي بعض أنوياكي منقول اتفقنا على هذا الموضوع خلاص دي الأنوياكي خلين روح نقلنا على الآخرين فيه بس هو مثل ما نطرحه وكمان حزب الله عنده ملاحظات علىه والرئيس بري عنده ملاحظات علىه والاشتراكيين عنده ملاحظات علىه يعني طيب عظيم يعني مش أنه طرحه متفق مع الكل وتارك القوات على جنب عنده ملاحظات كطرف وحيد نجي نقول شغلي اليوم كلنا سوى قرينا بالجرايد أنه فيه اتفاق بين هالأربع فرقاء على هالأنون وطلع الطيار الوطني الحر مبارح سمعنا أكتر من نايب من نوابه وجبران بسيل شخصيا وكل العالمة بيقولوا هذا الاتفاق اشتاز أشواطا بعيدة مش هيك وصرنا على قاب قوسين أو أدنى من الاتفاق اليوم عا بيقولوا ما عاد ماشي ما بعرف شو اللي صار إذا فعلا ما عاد ماشي أو لا بس بالحقيقة أو إذا فعلا أصلا كانوا اشتازوا أشواط كبيرة هلأ كله كانوا عا بقوله كانت غير صحيحة ما بعرف بس إنه مش صحيح يعني واضح إنه كان فيه اتفاق بين بعضهم واضح إنه كان فيه اتفاق بين بعضهم هلأ الاتفاق ما أنجز ناس بدهم 2 ناس بدهم 3 ناس بدهم 10% هذا صار تفصيل وأنا برأيي بيوصلوا لحل بالآخر إنه أوكي مش 2-4 لا 2 ولا 10% من ناقع 4 أو 5 لكل مقعد وبالحقيقة هو فعلا يعني إذا بديك تجي لمزبوط قصة 2 لكل مقعد ما نفضيحة هاي دي يعني بالنهاية بتلغي الآخرين يعني مش إنه بس بتلغي الآخرين أنا بدي أفترض إنه اليوم تأهل على مقاعد دايرة مثل كسروان خمس مرشحين فيها خمس نواب اتأهل هني متل ما بدهم عشر مرشحين طيب هالعشر مرشحين إجوا من ثلاث اتجاهات سياسية مختلفة بدنا ننتقل على المرحلة التانية ما إلا حق نعمل إلا لايحتان كيف حطنا قضاط عفرد ليحة مثلا كيف حطنا قضاط عفرد ليحة هذي خبرني كيف شغلة تانية بيجي بقوله هني عم بيقوله بدنا نروح على مطرح تما نمشي بالأكتري لأنه الأكتري اللي بيجيب 51% بيكيب 49% عجنب طيب أنا بدي أفترض بالتأهيل بكي سروان واحد معه 35% من الأصوات واحد تاني جاب 35% تاني من الأصوات تأهلوا هاو الاثنين 70% كبينها 30% برا كيف بس هون عم نسمع كلام إنه كيف ما كان أفضل من قبل إنه خطوة للأمام أول شيء هلأ منه الإصلاح الكامل بس من قبل كان واحد بس يربح بالأكتري هلأ عم تعطي مجال إنه التاني كمان بس ما هو عم تعطي اثنين يتأهل بس مين بيربح واحد أو عم بيربحوا اثنين ما اثنين اللي عم بيربحوا هني واحد مش هيك يعني إذا ربح أمل وحزب الله هني واحد وإذا ربح ثنائي أغاند النقطة اللي عم تحكي فيها الشيعة عم يطلعوا خلفاء الأول والثاني عم يكونوا ثنائي سواء عند المسيحيين أو عند الشيعة أو عند الشيعة تنبسطها للناس وقت اللي عم نحكي اثنين بيطلعوا على التأهيل شو معناتها معناتها من أول لايحة بدنا ناخد ثلاثة ومن ثاني لايحة بدنا ناخد اثنين تنفطرد مش هيك الليحة الأولى أمل ولايحة الثاني حزب الله لايحة أولى طيار لايحة الثاني قوات لايحة الأولى مستقبل لايحة الثاني نجيب مئات لايحة الأولى ينلغينا الآخرين يعني رجعنا بهذه الثانين عم يتأهلوا بدل ما يكون فيه صنائية شيعية صار فيه صنائية سنية وصنائية درزية وصنائية مسيحية وفيه صنائية شيعية بلوك واحد وهو ديك الصنائيات مفرفطين طب هون القوات شو مشكلتها بهيك أنون القوات يعني إذا بيحفظ هادي الصنائية المسيحية بس بأي أحجام في مقابل الصنائية بس بأي أحجام علما أنه ما بيخط بأي أحجام ماشي شو بيأمن للقوات هذا الأنون ماشي على الأقل ما بيأمن لحجم التمثيل الصحيح يلي هي بتعتبره صحيح يعني أنا بيقولك أنه بيشغلي من هذا النوع كتلة القوات بأحسن الاحتمالات بتبقى قدمهية وبتزيد نايبين أو ثلاثة بوقت أنه كتلة الطيار الوطني الحرب بتروح على العشرين وخمسة وعشرين عكل حال الخطة اللي ماشي بالبلد اليوم أنه الصنائي المسيحي الصنائي المسيحي قلكن تنين وثلاثين نايب حد أقصى واثنين وثلاثين الباقيين بيتوزعوا عكل الباقيين وهذه المشكلة الحقيقة كمان يعني أنا عم بيحكي كلام طيب سيدة هون بيجتمعوا ضدها لا جبران ما عنده مشكلة فيه لا جبران بيجيب خمسة وعشرين نايب وراضي فيه كيف وسيمفونية يعني التمثيل الصحيح ما هو بيعتبر نستعيد نواب المسيحيين ما هو عم بيقول هو عم بيقول أنا بهالطريقة خمسة وعشرين نايب للتيار الوطني الحر وصبع ثمان نواب للقوات هو دي أول شيء ثلاثين جبناهم بأصوات المسيحيين وثاني شيء بيقولك إنه آه ما كمان وقت اللي جبنا الكتائب جابوا كتلة نيابية معينة وطيار المرضى جابوا كتلة نيابية ما هو عم بيجوا بأصوات المسيحيين كمان لأنه هوا أول اثنين تأهله وبالتالي هو صار الأقوى بين مجموعة وجبران باسيل عايش بأسطورة الدستور اللبناني الجديد اللي تمت صياغته عشية انتخاب مشال عون رئيس جمهورية إنه الرئيس رئيس الجمهورية بيكون رئيس أكبر كتلة نيابية مسيحية وبالتالي جبران باسيل عم بيسعى اليوم ليكون عنده كتلة من 25 نايب على حساب الآخرين كلهم سوا والباقيين ما عنده مشكل يكونوا مفرفطين طيب هون بدي أسألك شغلة يعني إذا كان اليوم هذا المشروع اللي عم تحكي عنه عم بيخطط له الوزير جبران باسيل وطيار الوطن الحر ومستعدين يتخلوا عن القوات إذا كان يعني متأمن إنه هذا المشروع يمشي طيب الأفريقاء الآخرين يعني إما هم بدي أحكي عن حزب الله وعن الرئيس بره وعن المستقبل بيقبلوا بهيدا الواقع اللي عم بيسعيده الوزير جبران باسيل شو بيدرهم شو بيدرهم طالما الرئيس بره يأخذ مجلس النواب وحزب الله حاكم البلد والرئيس الحريري عم يعمل رئيس حكومة ده السبب عمل لك ما حدا ينفي ويقول هيدا ما صاير اتفاق عليه بلا صاير اتفاق عليه صاير اتفاق عليه بيمشي ما بيمشي موضوع تاني قدروا ينفذوا الاتفاق أو ما دروا ينفذوا موضوع تاني بس صاير اتفاق عليه بس يعني هم بتعبير آخر عم بتقول أنه العونيين رح يبيعوا القوات بهيدا القانون الانتخابي وأو كأنك عم بتقول رح تكون للقوات اللبنانية من أكبر الخاسرين في هذه الصفقة يا ستنا وقت الجبران باسيل ببيع العونية رح يأثر مع القوات جبران باسيل بيع العونية جبنان بسيل شخصه هو المهم شخصه هو المهم مستقبله السياسي هو المهم إدارته للملفات هي المهمة ما تسألي عشي تاني بعدين عكل حال تجارب من 88 لليوم أول مرة العماد عون وفريقه السياسي بيبيعوا حدا أول مرة بيبيعوا حدا القوات اللبنانية عندهم تجربة سياسية عندهم دكتور جعجا عنده الخبرة السياسية هل برأيك أنه يمكن يكون أقدم على هذا التفاهم مع التيار الوطني الحر وبعضه مستمر فيه وعلنا نحكي بالموقف العلنية أنه تحالف ما فيه شيء بيهزه وريح للآخر هل قد تكون قراءته سيئة ما بدي تقليك قراءته سيئة بس بدي قليك أنه هذا الرجل على الأقل راهن أنه خيبركي بالميلة التانية إذا تنزلنا شوي إذا كذا نعمل مصلحة المسيحيين ما تنسي بـ 23 أيلول 88 ظهر سمير جعجع من أصر بعبده وقال عن حكومة ميشيل عون هذه حكومة استقلاله أكتر كيف كان رد العماد عون علي كان رد علي بشباط 89 معركة على القوات طلع سمير جعجع وراء هذه المعركة وقال جنرال بيمون وحط كل إمكانات القوات بتصرفه الجنرال عمل حرب التحرير بسلاح القوات مش بمرجلته بدي أرجع أفتح ملفات مغلقة بالنهاية كيف كانت المكافأة بالآخر هو سمح للنواب يروحوا على الطائف وهو عمل اتفاق البنود السبعة وهو اللي سمح أنه السوريين يكونوا موجودين باتفاق وقف مرائبة إطلاق النار وحمل القوات المسئولية وعمل عليها حرب الإلغاء ما بدي أرجع أفتح ملفات مسكرة القوات والعونيين وكلنا سوا اعتبرنا انتهت بالمصالحة بس طالما انسأل السؤال انه بالنهاية أنا ما في حمله لسامير جعجع أنا مختلف عنوية بتفاهمه مع مشيل عون وانا برأيي من الناس اللي بيقولوا هذا التفاهم لن يؤدي إلى مكان لأن العماد عون والتيار راح يطعنوك بضهرك بالآخر أي Özك ماشي هاد هي وجهة نظري من الأساس بس هذا الشيء ما بيعني أني ما شوف انه وين الصح وين الغلط بالـ 88 مش سامير جاعج على اللي باعه town بالـ 89 مش سامير جاعج على اللي باعه 群 Lives withoutין بالـ 90 مش سامير جاعج على اللي باعه وهmingham松 وبالتالي اليوم هذا الاتفاق اللي نعمل أنا برأيي وبأناعتي أنه سامير جاعجاء راح علي بكامل الأناعة أنه راح يوصلنا محل إذا ميشيل عون و جبران بسيل باعه بلسطريق مش هو بتحمل مسؤولية هلا بتقليلي ولو أنه مين جرب لمجرب وما بعرف شو قسس وخبريات بالسياسة هذه محاولة صارت عن حسن نية ما وصلت لها محل اللي بتحسك عليها اللي سيئ النية مش حسن النية بعض النظر عن مين بتحسبه لكن بالنهاية شايف ان القوات رح يكونوا خسرانين من كل هيد اللعبة اللي عمت اللعب هلأ ما بتطلع له هاك انا برأي المسيحية خسروا انا بقبل و انا برأي اذا سمير جعجع بتقيل له القوات طلعت خسراني بس المسيحيين ربحانين بيقبل بس انا برأي المسيحيين كلهم رح يخسروا نحن اليوم ستنا نحن اليوم قدام نموذج يتكرر لما جرى سنة 88-90 مع اتفاق الطائف نموذج يتكرر هادي الخبرية وما بدي فوت بتفاصيله اكتر بس بدي اقولك انا خايف جدا ان ينتهي الواقع السياسي المسيحي اليوم وقوة المسيحيين بعد هذه الجولة من المواجهة كما انتهت المعركة بعد اتفاق الطائف لغير مصلحة المسيحيين ولمزيد من اضعاف المسيحيين هادي اليوم اكبر نلطة غلطوا المسيحيين بالنسبية برأيك لحتى نحل هذه المشكلة او فعلا النسبية ما بتخدم المسيحيين لحقلك شكرا كمان هون اللي لازم يعملون غلطوا المسيحيين غلطوا المسيحيين مش بقانون الانتخابات غلطوا المسيحيين بانه نسيوا جوهر المواجهة التي يجب ان تقوم في البلد كما انه المسلمين نسيوا السنة والشيعة والدروز نسيوا جوهر المشكلة رايحين يفتشوا على حصص بالسلطة بوقت هني مش مالكين السلطة السلطة لحزب الله اليوم ما في حل بالبلد وبرجع بيرجعوا وهلا بيقولولي اللي بدون ينتقدوني انه بترد كل شي على حزب الله عم بعمل مجلس نواب بناءا لدستور معطلوا حزب الله وحاكم البلد بالسلاح ما في يعمل شي الدستور اللبناني ما في يعمل شي مجلس النواب وعطيتك مثل مجلس نواب 72 كيف كل مكانت تجي قوة مصلحة معينة يعمل للي بدهيه وبالتالي ما حدا يفتش اليوم ما حدا يفتش عن حل بقانون انتخابات شعار النسبية طيب النسبية اليوم على لبنان دايرة وحدة بتكب المسيحين مطروحة نسبية مع دوائر متوسطة وكانوا كتر من الخبراء عم بيقولوا بتأمن للمسيحيين عدد مهم جدا من النواب منتحبين بأصوات مسيحيين ليه ما مشوا فيها المسيحيين لا أم ما بعرف سأل ليهم أول شيء لأنه هلأ عم نسمع بالتحليلات بطرق بنفسه يوم الخميس اسمعناه عم بيقول ظهروا من بكركة متفقين على 15 دايرة مع النسبية مش هيك؟ طيب خرج الدكتور جعجع من فترة وعم بيقول هي ديمقراطية عددية بجوهرة ديمقراطية عددية ما بنقبل فيها ولو شو ما كانت الدوايق معه حق 100% النسبية هي ترجمة حرفية للعدد حتى لو عم تحافظ على المناصفة ترجمة للعدد اليوم العدد يعني تمثيل المسيحي مرتبط بشغلتين بالعدد وبالنفوذ السياسي اليوم ديمقراطية العددية هي نسبية أو نسبية هي ديمقراطية عددية المشكل وين اليوم أنه ما فينا نشيطنا هالقد لأنه اليوم إذا عملنا نسبية على دواير مصغرة يعني دواير كلها مسيحيين أو أغلبية مطلقة فيها مسيحيين ما بتبطل وهذه بتصبت وهادي بتصبت وهادي بتصبت وهادي بتصبت 15, 17, 18, 20 ما بعرف قديش بس ما نقول النسبية شيطانية مطلقة ما نقول النسبية شيطانية مطلقة بعدين فيه قانون آخر لماذا ما حدا بيحكي فيه داخلك أنه كلنا سوا اليوم ما هو واضح أنه كلما زغرنا الدائرة كلما التمثيل صار أصح تمثيل المسيحي الإسلامي على الأقل كلما النفوذ الإسلامي على نواب المسيحيين قل وكلما النفوذ المسيحي على النواب المسلمين قل مش هيك طيب نظهر دائرة الفردية one person one vote مثلا كمان طيب هني كلهم عم بيطرحوا حل اليوم أنه خلينا نقول أنه التأهيل بصير على قاعدة القضاء أنون الستين بالأكترية ومنطلع على النسبة بالأعلى طيب ليش ما بنقول خلوا الأقضية مثل ما هي اليوم على أنون الستين ونروحوا one person one vote منكون عملنا النسبية هي النسبية شو الصوت التفضيلي شو بالنهاية مش one person one vote ما هو الصوت التفضيلي يعني one person one vote وإنت عم تاخدي كل هالموضوع تتجي تقولي أنت بيطلع لك عشر عشرين بالمئة بتاخد حسب الأصوات التفضيلية نايبين أو ثلاثة أو أربع حسب حجم الدائرة اليوم أنت روحي على one person one vote ضغري ليش بريك تروحي على الصوت التفضيلي أو روحي على الصوتين لكل ناخب إذا كانت الدائرة خمسة أو كذا حسب قانون الرابطة المرونية تنفطرت ما بتكوني وصلت لذات النتيجة المشكلة مش هون ما عم نفتش كي بدنا نمثل الناس عم نفتش كيف بدنا ناخد المقاعد النيابية لألنا كيف بدنا نمرق صفقات بواخر كيف بدنا نعمل رأسة جمهوريات بالمستقبل وكيف بدنا نسيطر على السلطة بالبلد بدون ما أنا وإنت يكون لنا رأي بالموضوع أنا وإنت بيستعملونا كومبارس لا أكتر ولا أقل هذا اللي عم بيصير اليوم اسمح ليتوقف مع آخر فصل أعلينا يا سيد نوفل من بعد ومنتابع بحوارنا خليكم معنا منتابع قسم الأخير من هذه الحلقة مع ضيفي عضو الأمان العامة في 14 أذار نوفل ضو أسيد نوفل يعني عم تقول أنه على الأرجح رح يمشوا بصفقة كلهم سوا في حال ما مشيت هذه الصفقة والتفاصيل يعني كما نفيها الشيطان مثل ما يقال وصلنا ل 15 أيار شو السيناريو الممكن أنه يحدث في هذه الحالة قد تكون الصفقة تمديد قد تكون اللي سمعناها قبل الانتخابات بسنة أنه انتخابات الرئاسي تشمل سعد الحريري رئيسا للحكومة وتمديد للمجلس النيابي سنة أنه الرئيس الحريري طالب فيه بالمفاوضات وقاله وقالوا كلهم سوا أنه مش مصبوط أو هلأ رح نفجأ حياتة تتطبع على الأرض أو داش قالوا قانون الستين متفقين على قانون الستين أو التمديد أو التمديد مع قانون الستين أو هاو كلهم سوا أدوات تقنية لشغلة واحدة الرئيس الحريري بس عم بيقول أنا ما بقبل بهالأنون وبيقبل بهالأنون الرئيس بري بس يقول ما بقبل بهالأنون وبيقبل بغيره جبران بسيل سمير جعجع نوفى الضو كل العالم ستفكيف لكل الإبلان بالتمديد نزهين على الشارع ويستنفرين كل المناصرين والمحاذبين وكل هالناس وتهديد بإضراب شامل وإقفال كل المحال وهالسيناري رح يفترض أنه يتكرر في حال وصلنا لخمسة عشر أيام ورح يفترض يضب الشارع ما كلنا إلا ما بدنا مش هالعون رأي الجمهورية وما بنقبل نحنا بالفراغ لا بس هالمرأ في شارع وإذا في شارع وإذا الشارع كله بينضب ما الشارع كان بكرة الشارع بينزل وبتظهر أنه ربحنا لا في شارع مسيحي عمقور بدي أنزل على الشارع وقف التمديد يمشي التمديد وطيار تنحر القوات والكتائب بالشارع ما رح يكونوا كلهم بالشارع رح في واحد بده يمشي التمديد يكون رأي الجمهورية مضاء ولا لا كيف بده ينزل طيار وطني حر ضد رأي الجمهورية أنا آخر مرة ما كنت فهمان أنه داعيونا أن ننزل على الشارع ضد مين ما كلهم بالحكومة اللي داعيو ننزل على الشارع عاديين بالحكومة يفلهم أن الحكومة ينزلوا على الشارع طيب بس مختلفين عشو بالحكومة بس مختلفين يستقلوا في فريق عم بقول ما بدي التمديد التمديد ضرب كبير للعهد يستقل معقول يقبل رئيس عام بالتمديد يعني برأيك شو فرقة معوامل رئيس جمهورية بعدين شو التمديد خلينا نتفع على شغلة هلأ مش إذا لغينا جلسة التمديد ل 126 نايم موجودين حاليا بمجلس نواب بيكون وقفنا التمديد التمديد أنه نعمل انتخابات تجيب زات التركيب السياسية على البلد هاي دي تمديد التمديد إذو عدة وسائل التمديد هو أنه نمدد للمعطة السياسية اللي عم يحكم البلد بالوقت الحاضر هاي دا هو التمديد تطبيق الدستور انمدد للصفاءات هاي دا كله تمديد أنا مفرقاني معي ما عندي مشكلة شخصية مع المية و 26 نايم اللي عدين تحت أنا مشكلتي سياسية معهم إذا اليوم بكرة رؤسة الكتل غيروا لي أعضاء الكتل تبعهم بأسامي تاني إجوا ينفزوا نفس السياسي شو بكون غيرت شو بكون غيرت بالبلد إذا أنا رئيس الجمهورية بقي يمشي بتسويات خارج الدستور ورئيس مجلس النواب يفسر الدستور عزوقه ورئيس الحكومة يعمل تسويات خارج الدستور وخارج المؤسسات الدستورية وبقيت وانين الانتخابات تندرس بالجنة رباعية بالغرف السوداء وما بعرف شو ينعمل ما بعرف وين إنه هذا كله تمديد ما حدا يضحك علي اللي لغيت التمديد إذا عمل انتخابات بنفس الأواعد الموجودة هلأ ما كله تمديد اللي عم بيصير طيب بس نحن عم نحكي عن تمديد ثالث صحيح إنه قانون جديد قد يفرز يمكن إذا كان غير عادل قد يفرز نفس الطبقة السياسية ولكن هلأ في تمديد ثالث بالمرصاد بخمسة عشر أيار يعني برأيك رح يتراجع الرئيس عون عن موقفه إنه إذا الصفقة طبت ذلك يقبل بالتمديد كمنا نتراجعوا يا ستنا رئيس الحريري كان عم بيقول ما بيقبل بمرشح هو صاحب مصلحة اليوم وشه صاحب مصلحة صاحب مصلحة يعهد عهده هو صاحب مصلحة بأن لا يحصل طيب شو يعمل يلاقي لي حل الرئيس يلاقي لي حل شو بيعمل طيب ما مددنا ما مددنا وصلنا لعشرين حزيران ما في مجلس نواب شو الحل شو الحل يعني بتصور ما حدا عنده جواب نسألهم نحن عم نقللهم نحن عم نقللهم نحن نقللهم هنكون أمام أزمة كبيرة شو يعني أزمة كبيرة بتخلص وين بالآخر بتخلص وين بدستور جديد للبلد بمؤتمر تأسيسي للبلد هذا الرئيس الأوي هذا الرئيس الأوي حقوق المسيحيين بتنجاب بمؤتمر تأسيسي جديد بالبلد أصلا ممكن ممكن يكون يعني يمشي التمديد إذا بدنا نفترض نراحوا الأحزاب المسيحية على آخر يعني بالشارع وما بدنا نتمديد مثل ما السيناريو كنا متوععين وخميس الماضي إذا رجع تكرر هذا السيناريو وراحوا بهالموقف للآخر ممكن هون يمشي الرئيس بري وبقية الأحزاب يلي هنا مع التمديد بجلسة ويصوتوا على التمديد بـ 32 أو 33 ناية بمعزل يا عيونين عند الأفريقاء أول شيء شعب لبنان العظيم سبقوا نزل على الشارع ما بدي أرجع رديك للماضي شيك وبس نزل شعب لبنان العظيم على الشارع وخبروا العماد عون أنه من هلأ ورايح ما في وسيط بيني وبينك في قائد وفي شعب وحل مجلس النواب واللي بدك يا ما وصلنا لمطرح السؤال اليوم أنا محل الرئيس بري والصنائية الشيعية ما بدكن انتخابات عمره ما يكون بدكن انتخابات الشيك مين مصلحته بالمؤتمر تأسيسي اليوم مين مصلحته بالمؤتمر تأسيسي ما بعد لي معه صلاح واللي بدور جاعد تكوين البلد عن جديد مين مصلحته يعني هون بتشوف إذا ما مددنا ورحنا إلى فرغ المؤتمر تأسيسي بالمرصاد يعني شو عندك حال تاني أو أكثر سيناريوات تفاؤلا أكثر سيناريوات تفاؤلا بلحظة من اللحظات بدي روح عامل انتخابات بدي أعملها على أساس القانون اللقائي قانون الستين يعني تمديد بشكل آخر وهذا اللي قالوا البترك يوم الخميس الحقتوا رايحين على التمديد عملوا انتخابات ولو بالشكل حافظوا على شكل الانتخابات وعملوا على قانون الستين بس ما بتفرز نتائج مختلفة ما شوي صغيرة ببعض محلات يعني هون بدي أخذ بعين الاعتبار هذه الحركة اللي بلشت صارت بالشارع اللبناني في نقمة عند كتير مثل ما أنت حضرتك يعني عطيت مثل قبل شوي انتخابات نقابة المهندسين وانتخابات البلدية يعني هذا كمان مؤشر أنه في صوت جديد بدأ يسمع مش وين مكان بالانتخابات مش وين مكان مش هيك أنا عم بقولوا روحوا على الستين عم نسمع حتى من الحراكة المدنية عم بقولوا روحوا على الستين نحن بنقبل بالستين بس ما تمددوا لأنه حتى لو رحتوا على الستين هذه الظاهرة رح تتفاجأوا صحيح رح يتفاجأوا بيتفاجأوا عند المسيحيين بشكل أساسي بيتفاجأوا عند السنة بشكل أقل وبيتفاجأوا عند الدروز بشكل أقل أقل وكلنا سوا منتفاجأ باللا تغيير عند السنة الشيعي لهالسبب اليوم في عنا مشكلة بالبلد اسمها مشكلة سلاح حزب الله أنه هذا الحراكة المدنية قادر ترجم حاله وين مكان وين مكان قادر يترجم حاله في مطرح بتوصلي بتلاقي في حدود لألو ما قادر يتخطاها يلي هي السلاح وهون بتخوف القصة حضرتك شو رؤيتك اليوم لحلين إذا كان سلاح حزب الله هو المشكلة اليوم هل من مصلحة اللبنانيين يظلوا متوقفين عند هيد النقطة يلي كانوا توافقوا علي مؤخرا أنه حلها مش بإيدنا وأنه اليوم هذا السلاح وشي هيدا مشتوق بشكل أو بآخر مرتبط بمعادلة إقليمية بمعادلة دولية حتى من بعد دخول إلى سوريا وغيرها فهل من مصلحة اللبنانيين يظلوا على هيد النغمة ونوقف كل شي ونقف أن الحل فقط هو يبدأ بحل معضلة سلاح حزب الله أولا إذا بدنا نفتش على حل الحل لا يمكن أن يكون إلا هيك اثنان إذا بدنا ندير أزمة إدارة الأزمة تتم بطريقة مختلفة عن اللي موجود هلأ يعني اللي عم بي اللي عم بيصير هلأ منه إدارة أزمة اللي عم بيصير هلأ هو تفاقم للأزمة إذا سلمنا جدلا أنه قضية سلاح حزب الله وأنا مش مقتنع فيها أنه خارج قدرة اللبنانيين خارج قدرة اللبنانيين خارج قدرة اللبنانيين على حل إذا حزب الله ما بده يحل بس أنا بعدني بمكان ما يعني مع وجهة نظر بتقول المواجهة يجب أن تتم حزب الله مش على قاعدة عسكرية على قاعدة أنه كل اللبنانيين يقولوا لحزب الله موقف واحد مصلحتك ببيئة حضنة ولا الخامنئي ولا الثورة الإسلامية بإيران وبالتالي شرف لهون لنشوف كيف في طريقة نحب نحن نحن طيب وترجع على الدولة بس هل حال اللبنانيين كلهم ما حد عم يقول ما هي المشكلة المشكلة راحين يعملوا اتفاقات مع حزب الله اعطيني وزارة وخلي سلاحك اعطيني رئاسي وخلي سلاحك اعطيني حكومي وخلي سلاحك اعطيني قانون انتخابات وخلي سلاحك هاي المشكلة ايه بشو البديل لك البديل انه انقسام موجود يا حبيبي مين نجي نفهمه اليوم في انقسام حول هذا السلاح فاذا ما في قال له فاذا المشكلة راح قل لي شو الانقسام الانقسام في انقسام بين الناس عم بيقولوا منتخلى عن السيادي ومنعمل كومبين على السلطة منوصل على السلطة غير قادرة عم تكون سلطة جربناها مع الفلسطيني باتفاق القاهرة وجربناها مع السوري بالستة وسبعين وجربناها مع الاسرائيلي وجربناها مع السوري من بعد مرجع فات على بيروت من بعد اتفاق الطائف وهلا عم نجربها مع اسلاح حزب الله وما وصلتنا لمطرح ما وصلتنا لمطرح التنازل عن السيادي في سبيل السلطة لا ينتج استقرار بالبلد عبس اذا بدنا نفتش على استقرار بدنا سلطة والسلطة يجب ان تكون سلطة دستورية شرعية بيكون حزب الله قويان بكرة اذا حزب الله ضعف بستقوي على انا عن جديد وبرجع بفرض ميزان القوة تبعي على بدل ما نكون عم ننتج توازن قوة في البلد بنصير عم ننتج حالي من عدم الاستقرار اليوم في عنا حل وحيد بالبلد اسمه قوة التوازن قوة التوازن بين اللبنانيين وليس موازين القوة اللي بيفرضها فريق على فريق طالما نحن ماشيين بقصة موازين القوة ما في حل الحل الوحيد بانه نرجع على قوة التوازن بين اللبنانيين شو بناني بتجي قوة التوازن بين اللبنانيين تجي من منطق الدولي ومرجعين الانون والمؤسسات غير هك بس هيد الموان بك تبلش تفرضها منطق الدولي اناعة اناعة اذا حزب الله بس هيد الاناعة كيف تترجم بالممارس السياسي قبل كل شي بدنا نفتش الكلامة عم تحكي حضر قتل بعض مبدأة ولكنه غير واقع اذا حزب الله ما بده يحس انه كل اللبنانيين عم بيقولوله هيدا الكلام ما رح يحله طالما في ناس عم بتغطي طالما في حدا بيجي يقوله عملني رأي جمهورية ومش مشكلة ليبقى الفراغ سنتين ونص بالبلد ليش حزب الله بده يتخلى عن سلاحه بس وقت الكلنا سوا منوقف ونجي منقل له حك بده يقف عند هالحدود وانت حقك محفوظ بتركيبة الدولة اللبنانية انت حقك محفوظ ودورك محفوظ متلك متل غيرك من اللبنانيين هلا بتقليلي ما اقتنع لابد ما يجي نهار وقت اللي بيحس انه في بلوك لبناني بوجه بده يقتنع بس وقت اللي بيحس انه قادر ياخد اللبنانيين بالمفرق ما رح يقتنع وهذه المشكلة يلي عم نعيشها اليوم بانون الانتخابات مثل ما عاشناها وقت تركيب الحكومة مثل ما عاشناها وقت رئيسة الجمهورية ومثل ما رح نضل نعيشها طالما هايدي الموازين بعدها ماشي بالبلد نعم لحتى اختم هايدي الحلقة معك سيز نوفال يعني اخر شي يعني شو ممكن تكون الصورة بالاسابيع المقبلة بضوء كل هذا التحليل المتشائم اذا فينا نقول الواقع يعني بتمنى يكون التحليل متشائم وغلطان بس انا برأيي الواقع هو هاي انا بقولك نحنا معنا معنا حل جذري ممكن نكون نحنا رايحين على مش ممكن اكيد نحنا ماشيين بأحسن الاحتمالات من الازمة الى ادارة الازمة وليس الى حل هذه الازمة من الاسابيع المقبلة الخيارات التفصيلية تتراوح انا برأيي التمديد صار واقع حكما هلأ ستة شهر تلتة شهر أربعة شهر سنة موضوع نا بس تفرقين اذا تمديد تقنية ومع قانون جديد يعني ولا من دون قانون كذب 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 انه انا اليوم اذا بدي اعمل قانون مثل ما هو انه بمدة شهر ولا شهرين انكتريت بالصف بس انه اليوم هيدا القانون التأهيلي نعم بيخبروك عنه تيفهموا للناس اذا هن تيتفقوا بين بعضهم انهم شهرين ما اتفقوا تيفهموا للناس وترجع تقولك وزارة الداخلية السندق بدأت تتغير وطريقة الفرز بدأت تتغير والطباعة بدأت تتغير وراحت سنة سنة ونص العملية كلها سواء اه التقنية تتوقع له يمتد هالقاد هذي اذا اتفقوا على انواء جديد انا برأيي 2017 يسير الانتخابات لو شو ما صار لو شو ما صار واذا مددوا ستة شهر راح يرجعوا ومددوا مرة تانية ستة شهر تانية هلأ المخرج ممكن يكون انو من مدة سنة على انو بس تصير وزارة الداخلية جاهزة اه تقصر ولاية المجلس وتتم الدعوة وما بقع تشوف صار اخراج باللي بديك يا تقولي النتيجة باللي بدنا نصل له مجلس نواب مثل الموجود هلأ معادلات مثل الموجودة هلأ سواء قانون جديد او سواء مددنا تمديد 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 السياسي حاصل تمديد السياسي لسبب بقلك اليوم سموه تمديد تقني او تمديد مش تقني تمديد التقني بنهايته رح يصير انتخابات على اساس موازين القوى الموجودة يعني رح نمدد للحال السياسي الموجودة وبالتالي نحن عايشين تمديد للازمة الى ان يقضي الله امرا ما بعرف اي متاهين انا بشكر حضورك معنا اليوم سيد نوفلد وعدل امان العم لأربع عشر اذار اهلا وسنة فيكم جديد ايضا شكرا لمتابعتكم مشاهدينا والى اللقاء